أطلق فنانون مصليون حملة لإعادة ألوان مدينتهم وإزالة العبارات والشعارات التي نشرها داعش على جدران معالم الموصل مؤكدين من خلال حملتهم أن الموصل مدينة للفن والجمال والثقافة وهي اليوم تزيح من شواهدها الفكرة الظلمي الذي حاول داعش فرضه على أهالي المدينة وسام يوسف والتفاصيل الألوان تعود مرة أخرى إلى جدران معالم الموصل بعد أعوام من السواد الذي وشحها به تنظيم داعش عبر شعارات وتعليمات جائرة وقاسية كان يكتبها على هذه الجدران وهو منظر أثر سلبا على نفسية الأهالي إضافة إلى تشويه بيئة المدينة محاولة أخرى من الأهالي لطي صفحة داعش ونسيان كل ما يمت إليه بصلة عولا طمس وإلغاء كل ما كان موجود سابقا من هؤلاء الظلاميين الذين جاءوا لتخريب وتدمير البنية التحتية وتدمير البلاد والعباد واليوم جئنا لكي نرجع هذه المدينة المعطاء إلى سابق عادية مدينة الأنبياء مدينة الرسل مدينة الأدب مدينة الشعراء مدينة الفنانين مدينة الحب والجمال هكذا جئنا دافعنا أنه نرجع مدينتنا إلى ما كانت عليه في العادة السابق أنه مدينة جميلة هؤلاء الشباب هم فنانون وأساتذة كلية الفنون الجميلة ورسامون وخطاطون معروفون في المدينة شكلوا فرقا تطوعية لغرض إعادة البسمة والأمل إلى شوارئهم عبر فرشهم وألوانهم التي بدأت تملأ الأماكن بالعبارات والرسوم جميلة إن فكرة إزالة الآثار التي خلفها داعش على جدران المدينة كانت في الحقيقة تهدف منها عدد من الرسائل وأعتقد أنها ستصل بسهولة الرسالة الأولى هو إننا موجودون الرسالة الثانية هي بث الجمال وبعث الجمال من جديد وبعث الأمل في نفوس المواطنين مقاتل داعش كانوا يملؤون الجدران بعبارات الحرب والتهديد ورسوم القتل والدم إضافة إلى عبارات تحمل أفكارهم المريضة في محاولة منهم لترك آثارها حتى بعد رحيلهم عنها وكان ديوان ما يسمى الدعوة هو من يتولى هذه المهمة اليوم قمنا بإزالة الشعارات داعش ووضع الشعارات تهدف إلى الألفة والمحبة إن شاء الله مشاريعنا القادمة نحن نضع بصمتنا ولقد وضعنا بصمتنا فيها الجانب الأيسر من الموصل وإن شاء الله مستمرين في وضع بصمتنا فيها الجانب الأيمن من الموصل إن شاء الله وسنقوم بزرع البسمة والمحبة في كل بقعة من أرض الموصل إن شاء الله مدينة أنجبت المل عثمان المصلي الذي ملأ الدنيا بألحانه وتواشحه لا يمكن أن يأسرها فكرها الدام فهي مدينة الجمال والفن عبر تاريخها وهي مدينة التنوع والثقافة أراد داعش طمسها بالسواد ولكن أبد إلا أن تزين الألوان مجددا أجواءها لتعلن مستقبلا جديدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر